اشتركوا في القناة لن يكون بشكل مفاجئ واحد ولكن ستكون توغلات برية محدودة سيدة العميد اهلا بك وفعلا احنا اتكلمنا في هذه القضايا من اسبوع وتحدثنا عن دخول بري محدود ماذا حدث بالامس القصف الشديد ثم بعد ذلك الدخول البري وطبعا عندما نتحدث في الشؤون العسكرية لابد ان تكون دايما معنا الخريطة ده لو بصينا على المشهد العام اللي هو فلسطين التاريخية فلسطين التاريخية اللي هي جملة الخريطة الكاملة الضفة الغربية باللون البرتقالي هو قطاع غزة احنا نتكلم هنا على تقريبا اتنين ونصف مليون مواطن مقيمين في قطاع غزة اللي هو مسحته شريحة صغيرة جدا من الارض الضفة الغربية بشكلها الحالي حضرتك هي ده شكل التقسيم او شكل معطرفة يعني جرى عليها العرف فيه بعد قرارة 47 لكن واقع الحال ان الضفة الغربية قلتهم منها اجزاء كبيرة جدا وزرعت فيها المستوطنات واصبح النهاردة في عندنا مليون مستوطن اسرائيلي داخل الضفة الغربية داخل الضفة الغربية داخل الضفة الغربية فان مقام علشان كده المرة اللي فاتت وانا بتكلم مع سياتك اتكلمت على مباحثات السلام اللي كانت بين الرئيس ياسر عرفاط ويهود براك اللي كانت في طابة سنة 2001 كانت محادثات فاصلة وكانت مهمة جدا ان الرئيس عرفاط ياخد فيها قرار تاريخي بالموافقة وانه ينشئ دولته لانه كان لازم يبني على ما تم في قسله وعلى تم من عودته في اتفاق غزة اريحة وينشئ السلطة الفلسطينية الفترة من 2001 لحد النهاردة عدى تقريبا حوالي 22 سنة عايز اقول لحضرتك كانت ضفة الغربية ساعتها فيها 80 الف بس النهاردة بقى فيها مليون مستوطن اسرائيلي ففيه مجمل اخطاء تاريخية ولكن احنا بنتعامل مع واقع صعبة جدا وبنتعامل مع واقع الشعب الفلسطيني بيقاصل امرين سواء من ممارسات الاحتلال او من الحرب الحالية قطاع غزة بشكل اللي حضرتك شايفها ده هو اصغر قطعة سكانية يعني مساحية على وجه القرى الأرضية 65 كيلو متر فيه حوالي 2.3 او 2.5% 2 مليون ونص مليون ولكن النقطة اللي انا بشاور عليها دي لما نيجي نبص الوضع الجيو السياسي للخريطة بتاعتنا هنجد ان شمال سيناء وجنوب سيناء يعني شبه جزيرة لحدود المصرية هنلاقي النقطة اللي اتكلمنا فيها ساعتك زمان في اللقاء الماضي لما قلت ان هنا كان رمال الخلصة رمال الخلصة هنا في الحتة دي كان المفترض ان كل المستوطنات اللي بنيت في الضفة الغربية هيتضاعف عدد مساحتها وتضاف الى شريحة قطاع غزة داخل الاراضي الاسرائيلية ويزبح قطاع غزة بالشكل ده كده ده كان اتفاق 2001 فعشان كده سادة الرئيس لما قال يفتحوا لهم النقب ومش قصدوا حاجة لان النقب في الاساس كانت ارض فلسطينية النقب دي هي ملك الفلسطينيين ارض ايضا يعني دي ارضهم لما هم يتوسع قطاع غزة في اتجاه اسرائيل ده حقهم حق تاريخي لان لما هتاخد ارض المستوطنات اللي مش هتقدروا تفككوها يبقى لازم تعود قطاع غزة من داخل ارض اسرائيل او ما تسيطر عليها اسرائيل عشان كده لما حصل الانسحاب احد الجانب ايام شارون حضرتك في 2005 شارون علشان يرضي المجتمع الاسرائيلي كل المستوطنات اللي خرجت من قطاع غزة عمل بيها ما يسمى غلاف المستوطنات اللي ساتك اتكلمت عن المرة اللي فاتت فغلاف مستوطنات غزة هو مجموعة المستوطنات اللي خرجت من قطاع غزة بعد الانسحاب احد الجانب في 2005 اللي قاده شارون زرع المستوطنات في منطقة حدود غزة الخارجية علشان كده هنجد اني العمال الفلسطينيين لما بيخرجوا ياخدوا تصريح العمالة هم كانوا بيشتغلوا في مستوطنات غلاف غزة وده هيفسر ليه العملية بتاعت سبع عشرة كانت نكحة كاملة انهم عارفين المستوطنات عارفين المعسكرات لان المعسكرات بتتبني ففيها عمال بتبني فيها كانوا عمال فلسطينيين ايضا ده عشرات الالاف بيخرجوا يوميا من قطاع العمل خلينا نشوف في اعلى قريطة اليوم ماذا حدث امس وماذا يحدث اليوم مبارح كان يوم اسوأ الاسوأ في تاريخ الحرب كان مبارح اليوم الاسوأ في تاريخ الحرب طيب خلينا نتكلم ان دايما ان الجانب الاسرائيلي عندما يتحدث مسؤوليه الكبار فيه هناك جانب من التعتيم وفيه هناك جانب من التموية على العمالات العسكرية الاجتماع الكابينيت اللي هو من اربع تيام خدوا فيه قرار الدخول البري او خمس تيام لما كنت مع حضرتك نعم فخدوا فيه قرار الدخول البري ولكن قرار الدخول البري من المستوى السياسي بيعطي توجيه في ادار الكابينيت للهيئة العسكرية الهيئة العسكرية بيقودها وزير الدفاع بالصفة شخصية صفة وظيفية جانب 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 ورئيس الاركان هاليفي ورؤساء الاجهزة الامنية التلاتة حضرتك خدوا البداية ايه البداية انا همهد للعملية ازاي هنا غرفة العمليات المشتركة بتاعت قيادة المنطقة الجنوبية اللي بتدير العمليات العسكرية في الجنوب مش وزير الدفاع ولا رئيس الاركان فيه حاجة اسمها القيادة العسكرية الجنوبية الاسرائيلية هذه القيادة شقين شق قيادي اداري قائد المنطقة درجة اداري لكن هناك ما يسمى شعبة العمليات والتخطيط وهو الفرع اللي بيدير العملية العسكرية في قطاع مين؟ غزة هذا العميد او هذا اللواء اللي ماسك شعبة العمليات له صلاحيات انه يحرك القوات الجوية يحرك القوات البحرية يحرك القوات البرية في اطار ادارته للعمليات هذا الرجل صدر ليه تكريف ببدء العملية البرية في الاجتماع الماضي الاجتماع الماضي علشان نقول ان فيه عملية برية لان ده اختلاف ناس كي يقولك الاجتياح هناك فرق ما بين الاجتياح وبداية العملية البرية الاجتياح هو الاجتياح الكامل أن فرق المشاه وفرق المدرعات تستولي على قطاع غزة في محاور وتقطعه إلى أوصال ثم تفرد الاحتلال وتفرد الحكم العسكري ده موضوع كبير ده موضوع ضخم جدا والجانب الإسرائيلي لن يلجأ بليه مطلقا في هذه العملية عشان دول اتنين ونصف مليون مواطن في شريحة صرير ربما الأرض وبيئة عدائية للجيش الإسرائيلي ولا يتحمل كم الخسائر خسر عنده خسائر كبيرة في 7 أكتوب إيه البديل اللي هو عايز ينفزه علشان يحقق الهدف السياسي من العملية إذن ماذا حدث بالأمس؟ ما حدث بالأمس هو أن الأول مرة بالأمس المجهود الجوي اللي بدأوا به لمدة 20 يوم علشان يضغطوا على حماس ويخفضوا روحه المقاومة ويفتحوا أماكن في المنطقة الشمالية في بيتلاهيا وجباليا وبتحنون والمنطقة الشمالية اللي هي فيها التركيز الأكبر لمناطق إطلاق السواريخ فوجهوا ضربة جوية مركزة على مدارة 20 يوم سووا المنطقة ديات بالأرض عشان يفتحوا مجال أن ينهوت على قدرات 70% من قدرة إطلاق السواريخ بس هو مبارح تفسف الطيران بالأمس عندما صدرت توجيه ببداية العملية العسكرية العملية العسكرية البرية يتبعها نشاط آخر إيه النشاط آخر؟ إن ضربة القوات الجوية تبقاش ضربات عشوائية ضربات مركزة على أهداف تم جمع معلومات عنها أثناء عملية التوغل المحدود وأنا بتوغل لقيت هنا بيضرب عليها سواريخ وبيضرب عليها من هنا وبيضرب عليها من هنا فبيطلب مجهود جو يضرب ضربات مركزة بأسلحة حديثة جاله من المتحدة الأمريكية لها علاقة بأن هي تنزل تحت الأرض تدمر الأنفاء الهجومية بتاعت حركة حماس ده استدبعه إيه حضرتك؟ إنه يؤمن جانب العملية من البحر عشان كده القوات البحرية إنبارح كانت بتضرب ونفذت الوحدة شيئت اللي هي وحدة الخاصة للقوات البحرية أو لوحدات الخاصة البحرية الإسرائيلي نفذ عملية في منطقة شمال جباليا والمنطقة بتاعت بيت لهيا وفشلت العملية يعني هما نزلوا علشان يهجموا القوات البحرية الفلسطينية البحرية الفلسطينية حاجة صغيرة جدا ولكن هما متمرسين في فكرة الضفادي على البشرية ونفذوا أربع عمليات ناجحة على منطقة زكيم اللي هي شمال بيت لهيا فوق في المسلس اللي فوق على البحر ما قبل منطقة عسقلان أو أشكلون يعني بتقولي إن القوات الإسرائيلية من البحر القوات البحرية الإسرائيلية نفذت عملية غير ناجحة عملت عملية قصف من البوارج البحرية لساحة القطاع غزة والمنطقة اللي هي المنطقة الإدارية التابعة للضفادي على البشرية الفلسطينية ولما قدروش ينزلوا يعني يعملوا إبرار يعني كانت فيه رد من الجانب الفلسطيني ولكن هما بالضغط اللي ضغطت البحرية الإسرائيلية بغرض منع الضفادي على البشرية الفلسطينية من إعادة التسلل مرة أخرى لأن آخر عملية تسلل كثير من أربعة أيام وتسلل ثلاثة من الضفادي على البشرية الفلسطينية وأحداث وخسائر في منطقة زكيمة طيب دلوقتي نيجي بقى على التوغل البر التوغل البر المحدود ده كيف نعرف ما إذا كان ناجحاً أم لا بمعنى إحنا بنسمع الرواية الإسرائيلية وسمعنا رواية حماس على الجانب الآخر اللي بتقول إنها تصدت للعملية في بيت حنون وتصدت أيضاً في البريج دكرة حقول لحضر أيهما أصدق أيهما أصدق اللي اتنين صدقين خلينا نبدعي إن اللي اتنين صدقوا اللي اتنين صدقوا إزاي إن الجانب الإسرائيلي فتح السلك الحدودي ودخل قواته حصل دخل مجموعات عمل ده مظبوط اشتبك مع الجانب الفلسطيني اشتبك بس هنا النقطة في إيه مدايات الاشتبك قدرات المعلومات اللي حصل عليها الجانب الإسرائيلي أثناء العمليات إيه التطور النوعي اللي حصل عند المقاومة الفلسطينية علشان يحضر القوات القوى الرئيسية كل ده مش القوى الرئيسية ده قوات كلها بنسميها استطلاع بقوة بغرض جمع المعلومات عن دفاعات العدو اللي هو الجانب الفلسطيني قوات الاستطلاع دي بتبقى مكونة من إيه؟ بالضبط يا فن ده سؤال مهم جدا طبقا لمسرح العمليات وطبيعة المهام هي في صلبها قوات خاصة في عندهم وده اللي قالوا جانس النهاردة بالضبط يا فن أنها قوة خاصة بالضبط يا فن دخلت إلى غزة خليني أشرح بقى إيه هي القوة الخاصة يعني هي قوة خاصة تمام يا فن إحنا زي عندنا كده عندنا قوات الصعقة وقوات المزلات ربنا يحميهم دول وعندنا قوات أخرى مش بنقول أسماءها ولكن هي نخبة النخبة بتسمى قوة النخبة حتى كل الجيوش المحترمة القوية في العالم عندها ده طب الجانب الإسرائيلي عشان نحدد الكلام احنا عندنا في الجانب الإسرائيلي في مسارح العمليات في مسرح المنطقة الشمالية فيها اللواء الجولاني اللواء الجولاني هو لواء النخبة الإسرائيلية بس هو أنشئ وتدرب للعمل في المناطق الشمالية في الجولاني ومناطق المناطق اللي فيها شجر وفيها تلوء سلج مثلا بينزل وفيه هناك لواء لا يتم الإشارة إليه كثيرا ولكنه أخطر من اللواء الجولاني اسمه اللواء الجفعاتي واللواء الجافعاتي هو لواء الوحدات الخاصة الإسرائيلية اللي بيعمل كمقدمة للقوات في مسارح السحراء وهذا اللواء عليه هالة من الغموض إلى حد كإما ولكن هو مضرب وهو قوات نقبة وهو من يقود عملية الاختراق والعمل خلال هذه المرحلة مش معنى كلامي ده إن الجولاني مش حيجي شارك في كتيبة من الجولاني موجودة بتشارك ولكن حتشارك في المراحلة اللاحقة نوع المعدات المعدات يبقى أحنا عندنا لواء الوحدات الخاصة الإسرائيل اللي هو جولاني هو اللي داخل نوع المعدات بيشترك فيها أربع اتجاهات قوات المدرعات ده بابات مركبة أربعة داخلة قوات الهندسة سلاح المهندسين الجرفات واللوادر وكل الكلام ده داخل معاهم الجرفات الهندسية ان هم بينزلوا علشان يجيبوا الأماكن بتاعة الأنفاء اللي النفق بيتفتح النفق الهجومي يطلع منه صاروخ كورنيت يفاجئ القوات في وشه فبالتالي هم عايزين وحدات الهندسة والاستكشاف الأرضي يعني عمدهم الوحدات دايات فيها مجسات أرضية يعني بتلاقي حضرتك في وحدة هندسية بتلاقي نازل منها مجسات يستكشف يستكشف بنفسه لأن الأمر الصناع مش جايبه مفيش عنده وسائل تانية فدي منسميها استطلاع بقوة هو بينزل يستطلع الأرض واللواد الجفعاتي وحداته الخاصة بتشتبك مع الأفراد في حالة الاشتباك عشان يحمل قوة اللي داخلها طب الدبابة داخلها ليه الدبابة دي فيها مستين فيها مدفع 120 ملي بيدرب وفي نفس الوقت الدبابات المركبة الإسرائيلية هي دبابة خاصة عن بقية دبابات العالم فيها حيز خلفي بيساع 6 جنود يعني ممكن قوات الموشاه ما تخشش في مركبة موشاه ممكن تخش فيه مع الدبابة مع الدبابة أولو حياخد وحدة أخزاريت أو بتاع الوحدات بتاعيته منخش بها يكمل بها عشان كده لما هنلاقي طبور القتال داخل أو المفرزة داخلها المفرزة مصنفة ايه المفرزة؟ المفرزة اللي هي قوة القتال الصغيرة المشكلة من خمسة أو ست قطع حربية داخلها في اتجاه محور يعني أنا داخل هاخد المحور ده أنا عندي فيه أربع أهداف على الأرض هحقق تنظيف هنضف المكان ده في حدود 200 متر فأنا هدخل مثلا ست معدات هدخل دبابتين هدخل الجرفتين هدخل عربيات مركبات قتال فيها قوات اللواء الجفعات عشان يشتبكوا على الأرض لو حصل مواجهة على الأرض مع المقاتلين الفلسطينيين فهو لما بيجي يعمل الموضوع ده يا أستاذ الانميز بيعمل ايه؟ أنا بكلم حضرتك مش على مكان اختراق واحد أنا بكلم حضرتك على طول القطاع حوالي 51 من 51 حوالي 60 بس هما دلوقتي الاختراقات في المنطقة الشمالية حتى لبريش فقط أما أنها استمرت سؤال مهم لا 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 هو طلب أن السكان في الشمال يرحلوا إلى الجنوب هو أمر واحد واحد من عشر مليون مواطن من المحافظة الشمالية في بيت لاهيا وشمال غزة محافظة الغزة الشمالية لحد ودي غزة حضرتك لحد المنطقة دي تحديدا كده كل ده ينزل تحت ينزل تحت لي لأنه عايز يستفرد بالمنطقة الشمالية هتبقى اللي هتجرع عليها من وجهة من النظر الإسرائيلية أعمال التطهير العسكري أنه يعملها عملية يعني معقمة أو منطقة أمينة بالنسبة له أنه يخش على الأنفاء ويخش على القدرات دايما كان الكلام أنه عندما إذا دخلت إسرائيل بريا فالغلبة للمقاومة لأنها ستكون حرب شوارع هل ده يعني في متغير على الأرض موجود في متغير المتغير حضرتك أن إسرائيل حصلت مؤخرا على مجموعة من القنابل الأمريكية كانت محزورة عليها التصدير لإسرائيل محزورة عليها لهذه القنابل الفراغية القنابل العميقة اللي تشيبي يقولي الكلمة عليها قبل كده في منها لحد 20 متر تحت الأرض وفي منها بيوصل ل60 متر تحت الأرض التكنولوجيات الحديثة اللي زي دي حضرتك مش كل الدول تقدر تصدرها لأي حد حالك ممكن يبقى معاك فلوس كتير جدا دولة تيجي تشتري معاك لأن ده بيعتبر بالنسبة لدولة زي أمريكا ده حاجة لها علاقة بالأمن القومي طب منعت إسرائيل لي خاصة في عهودنا تانية وكلها لأن الأمريكان عارفين لو الإسرائيليين حصلوا على هذه الأسلحة سيذهبوا لضرب إيران دون إذن من الولايات المتحدة الأمريكية لأن مشكلة إسرائيل في ضرب إيران أنها لا تملك مثل هذه القنابل قنابل دي النهاردة بقت موجودة في إسرائيل ولكن أنا بقول لحضرتك أنها مقيدة الاستخدام لأن غرفة العمليات الرئيسية لأن أنا بكلم حضرتك عليها في إدارة العملية اللي هي في قيادة المنطقة الجاربية في شعبت العمليات فيها ضابط أمريكي ودي قصة الضابط الأمريكي ده مشهورة جدا يتحدثون عن هذا الضابط الأمريكي اللي موجود في غرفة العمليات الإسرائيل هنا حضرتك أشارتي أن ليلة الأمس بالذات كانت ليلة صعبة جدا لأن كان أول استخدام واضح لهذه القنابل والسواريخ الأمريكية لدرجة أن الناس في قطاع غزة من كتر الحروب اللي شافوها بيعرفوا دي الزنانة دي القنبلة الـ M48 بالأمس السكان في غزة بدأوا يسمعوا أصوات لها صافرات جديدة والقنبلة لما بتنزل تختارق حضرتك بتهز الدنيا يعني بالتانيها مستويات الإختراق المواطن بقى يميزها فعشان كده بالأمس كانت ليلة دامية طب هما ليه بدأوا ده بالأمس لأن ده كان يعتبر بدايات الاقتحام البري الحقيقي لمنطقة القطاع دخلوا هنا حضرتك عشان أكمل بس المعلومة هتلاقي دخلوا في منطقة البريك دخلوا في دير البلح دخلوا عندي خان يونس المنطقة دي كلها المفارز مش الغرض منها أنه ينفس بقى هو دخلوا يستطلع استطلاع خفيف وفي نفس الوقت بيدي رسالة لبقية القطاع أن احنا محاصرين القطاع كله لكن الهدف الرئيسي فين؟ في الشمال هل هو هنا سيقططع منطقة الشمال ويبقى فيها؟ أيها فندم يبقى بغرض تطهير المنطقة من وجهة النظر الإسرائيلي يعني يهاجم الأنفاء يفكك مناطق تصنيع السلاح يستولي على الصواريخ المصنعة ومخزنة هو يرى يعني إسرائيل ترى أن الأنفاق 60% من قدرات حماس تركزتها في الشمال 60% في الشمال لأن المنطقة الشمالية حضرتك هي المنطقة اللي بيقدر منها الجانب الفلسطيني يهدد مركز دولة إسرائيل على مسافة بالضبط 15 كيلو من بيت لهيا فوق على الحدود مدينة عسقلان 40 كيلو مدينة أشدود دي كلها المواني التجارية والاقتصادية اللي على البحر عرض انتوسط الفلسطينيين بيقدروا بالقزائف من هنا يوقفوا المواني دي كلها ما تشتغلش من نفس المكان بيقدروا يهددوا تل أبي من نفس المكان بيقدروا يهددوا القدس لكن لما حييجي يضرب بير السابع اللي هي أقصاد رفح لا ده أنا هضرب من خان يونس ده أنا هضرب من دير البلح ده أنا هضرب من حاجة قريبة ليه عشان الأعماق والمسافات مهم جدا أن المرحلة اللي جاية أن الجانب الفلسطيني يرشد تماما في القوة ليه؟ لأن التصريحات كنت مع حالك اللقاء الماضي وقلنا الحرب تلت شهور على أقل عشان إحنا ما بنقول تلت شهور بنقول بنار على تقييمات علمية وتقييمات استراتيجية لما دولة بتعلن الحرب على دولة مش هتصلح بعد أسبوع بس دولة بتعلن الحرب على شعب حلو ده كلام كويس أو على قوة مقاومة ده كلام مهم جدا وهم الجانب الإسرائيلي عايز أقول لحضرتك أي حد بيتحدث على أن دي زي ما ستك قلت حركات مقاومة تحررية ذات خلفية إسلامية تمثل الشعب الفلسطيني ده من وجهة النظر الإسرائيلية جمعة إرهابية جمعة إرهابية فده موضوع مختلف لكي أنا بتكلم على فكرة إطالة زمن الحرب النهاردة فيه تصريحين مهمين جدا في اللي حصل النهاردة ما بين نتنياه وباني جينيتس ويقاف جالنت وزير الدفاع أنهم تحدثوا على أن ما حدث بالأمس بالدرجة الأولى كان للضغط على الفصائل الفلسطينية للتماشي مع فكرة تبادل الأصر طيب اسمح لي أقطع قليلا ولكن نقلا عن القائرة الأخبارية قصف مكثف الآن على قطاع غزة على مناطق مختلفة في قطاع بصورة كبيرة جدا يشبه ما حدث الأمس إذن قصف مكثف الآن على مناطق مختلفة من القطاع يشبه ما حدث بالأمس إذن القصف ده العملية مستمرة العملية مستمرة حضرتك هم عندهم أهداف النهاردة اتطفقوا عليها والنهاردة حتى الصحفين لما سألوهم أنت فيه اختلاف لوزير الدفاع فيه اختلاف ما بينك وبين رئيس الوزراء ما تكلمش أنا أنا وزير الأمن وأنا مكلف من مجلس الحرب المصاغر بتنفيذ المهمة وأنا اللي هقود الأجهزة الأمنية ورئاسة الأركان إلى النصر تجاهل حتى أن يعلق على طبيعة طلاقته برئيس الوزراء فالنهاردة إحنا عندنا وزير دفاع له خلفية أحب أشير إيديها أنه كان في يوما من الأيام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وهو أقدر الموجودين حاليا في فهم ما يحدث في غزة نقطة تانية حضرتك أنه يتميز كل تصرحاته حتى وهو في الخدمة بالعنصرية والعنف تجاه كل ما هو عربي نقطة تالتة حضرتك والده جنرال مهزوم في حرب أكتوبر ودي عملانه مشكلة احنا عندنا حالتين انتقاميتين بقى حكاية والده اللي اتهزم في حرب أكتوبر وحكاية أنه هو نفسه اتهزم في سبعة أكتوبر صحفا فعشان كده سمحنا نخرج فاصل قصير إذن قصف نقلا على قاهرة الإخبارية قصف شديد ومكثف الآن على قطاع غزة ربنا يحفظ الناس هناك خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل هنسأل سيات العميد وماذا بعد؟ ما هي سيناريوهات القادمة؟ أهلا بكم من جديد نحاول أن نحلل الموقف عسكريا وسياسيا القصف مستمر طول اليوم النهاردة ربما كان بوتيرة قليلا منذ قليل كان فيه تركيز في القصف إذن ماذا بعد؟ هل هذه القوات ذهبت لطبقة؟ هي متواجدة لم تنسحب من الأمس بعض المفارز لم تنسحب حتى الآن هي بنسميها غرب السلك الحدودي يعني السلك الحدودي ما بين إسرائيل وبين قطاع غزة خلاص فتحت فيه فتحات هذه فتحات مؤمنة بقوات فأصبح هذه مسارب برية للدخول هناك في المنطقة الشمالية زي ما سأتك أشارتي هناك حوالي فاصل من 1.5 إلى 3 كيلو من 1.5 كيلو إلى 3 كيلو هي منطقة زراعية حدود المنطقة الزراعية ثم تبدأ المنطقة السكنية ما زالت حتى الآن القوات الإسرائيلية في حدود المناطق الزراعية ولم تقترب حتى الآن من قلب المناطق السكنية عشان كده ده اسمه دخول متدرج العملية ستكون عملية متدرجة الجانب العسكري عارف بيعمل إيه ولكن الجانب السياسي هو الآن اللي في ورطة كيف يخرج الرهائم ما هي طبيعة الاتفاقيات اللي بتتم دور الجانب المصري والجانب القطري في العملية من القوة العظمى التي ستكون ضامنة لهذا الاتفاق وجهة نظر الجانب الإسرائيلي إيه رد فعل حركات المقاومة وطلبتها إيه المقاومة بتقول أنا ممكن أنفذ كامل التبادل بما فيها طبيض السجون الإسرائيلية من كافة الفلسطينيين تخرج الخمس تلاف ونص ودي لك اللي عندي ودي لك اللي عندي كلهم ولكن ده يتبعه اتفاق أمني يتبعه اتفاق أمني الجانب الإسرائيلي شايف أن ده سقف عالي جدا كمستوى سياسي الوضع السياسي لنا تنياهو لا يمكنه من اتخاذ قرار بهذا الحجم علشان كده هنجد النهاردة أن شاول مفاز طلع من الأرشيف وزير الدفاع سابق رئيس أركان سابق أحد الجنود الأقوياء في الجيش الإسرائيلي في مدار التاريخ ومدار نشاطه يضاهي يهود باراك طلع النهاردة وقال أن يجب على إسرائيل أن تقبل بإخلاء كافة الرهائن والمقبوض عليهم والمختطفين في الأراضي الفلسطينية في مقابل تنظيف السجون الإسرائيين الفلسطينيين وأن دي صفقة مهمة جدا وهي أهم من فكرة الاقتحام البري فأصبح هناك طيار في المجتمع بعضهم زو خلفيات عسكرية وله بطولات يعني ينظر إلى تصريحاته في المجتمع باحترام واحد زي يشاء المفاز فالنهاردة أصبح هذا ضغط على المستوى السياسي في إسرائيل النقطة المهمة حضرتك أن طول ما احنا بنتكلم على الحركات المقاومة وإسرائيل لابد حضرتك أنك تستدعي الجانب الأمريكي ما هو دور الجانب الأمريكي في نقطتين محدش يعني كتير بيتكلم فيه هل وجود الجانب الأمريكي بقواته ودعمه لا منتهي للجانب الإسرائيلي هل ده في إطار القانون الأمريكي هل ده يسمح للإدارة الأمريكية بدون أن تأخذ قرار من الكونجرس أن هي تبعت كل ده أنا بقول لحضرتك آه ليه لأن الجيش الإسرائيلي فيه آلاف من من يحملون الجنسية الأمريكية المجتمع الأمريكي أسهل جنسية بيحصل عليها أي مواطن إسرائيلي هي الجنسية الأمريكية فلو سئل بايدن أنت بعدت كل الكلام ده لي والدعم الدولي يقولك أنا بحمي مواطنين أمريكيين هو لسه ما طلعش دي بس انتظر حضرتك أنها تطلع عليها بس هو بعت حاملتي طائرات وعنده عليها على متنية في ألفين جندي لكن قال أن الجنود الأمريكيين لن يشاركوا في غزة لكن هناك الجنرال اللي هو كان مسؤولا عن الفلوجة وخبراء مش هو بس يعني الجنرال الرئيسي الأمريكي وخبراء أمريكيين موجودين داخل وده غريبة جدا من نسبة الجيش الإسرائيلي رقم 18 في العالم الأكبر الأعظم الأقوى اللي طالع نتنياهو يعني في تباهي وتماهي عظيم أنه إحنا وإحنا وإحنا وجد قوة مقاومة يوم 7 أكتوبر يعني كلتهم كلام مهم جدا على الفكرة حتى في العسكرية كلام مهم اللي ساتك بتقولي الجيش الإسرائيلي متى حارب حربا برية؟ آخر حرب برية حاربة أمتى؟ حرب أكتوبر بس وتهزم بس لأ كان فيه كم فيه التواغل التواغل في لبنان 2006 لم تكن حرب برية بالمعنى الحرف ليه؟ لأن ميليشيات حزب الله هي ليست قوات نظامية ما فيهاش الفرق المضرعة والمجابة عند الجيش المصري الاكتياح غزة كذا اكتياح كويس بس الطرف التاني العدو المقابل سواء حزب الله أو حركات المقابل هي ليست جيوش نظامية ليست جيوش نظامية ما انفرض طبيعة تنفيذ العملية البرية بالشكل اللي شرحت أنا وسيادتك ده أن الجيش الإسرائيلي بيواجه حركات مقاومة وليس جيش تقليدي فالحروب التقليدية لم يعود الجيش الإسرائيلي بالكفاءة القتالية المعهودة عنه فيما يتعلق بالحروب التقليدية وهذا يعني كلام منشور وخبراء عندهم بيعدبوا القيادات العسكرية أن عندنا مشكلة في سلاح المشاوى وسلاح المدرعات أنه غير قادر على الاقتحام غير قادر على دخول غزة عشان كده بيجيب القوات الخاصة يدخلوها فين؟ لا وبيجيب الأمريكان ده أغرب حاجة انت بيجيب الأمريكان تستعين بيهم عشان يعملوا لك الخطة الأمريكان حضرتك فيه عندهم توجس كبير جدا أولا ما ننفيش تماما أن هناك خلافات سياسية ما بين بايدن نفسه وما بين نتنياهو وبيدن أعلن أن زيارته لم تكن زيارة سياسية للحكومة ولكن هي زيارة لشعب إسرائيل والتضامن مع شعب إسرائيل يعني حتى بايدن لم يعطي نتنياهو أي فرصة أنه هو يستفيد من وجود بايدن نقطة المهمة حضرتك الجيش الأمريكي هو من يدير الجيش الإسرائيلي باعتباره حليف ومنذ عامين تقريبا تم نقل الجيش الإسرائيلي من ولاية القوات الأمريكية في النيتو في أوروبا ونقلوه إلى تحت ولاية القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ده من سنتين طب خلي عايزة أسأل على ماذا بعد عشان وقتنا سيناريوهات ماء القادم القادم أو استمرار العملية العسكرية بوتيرة شديدة فتح الإنصاط إلى فكرة التفاوض ومحاولة إخراج الرهائن بقدر ما أو بمستوى ما نتيجة الجهود المصرية القطرية المشتركة يرغب الجانب الفلسطيني في أن أول خروج للمواطنين الأجانب يتم إيقاف الحرب في صورة هدن صغيرة يوم بعدها يومين وهو كمان مطلب المصري مطلب العربي والعالمي مصر لم تقبل خروج ده كان موقف شباع طبعا حامل الجنسيات الأجنبية وقالت بدون إدخال المساعدات أنا مش هخرج حاملي الجنسيات الأجنبية بالظبط هؤلاء ليسوا أغلى علينا من المواطنين الموجودين في غزة ده تماما النقطة الثالثة حضرتك أن هناك خيال في موضوع التفاوض أن يصل لفكرة شاول مفاز تبيض السجون وتبيض المختطفين من غزة وده صعب شوية لأنه ده هيحتاج مستوى سياسي يكون قادر على أنه يقنع الشعب الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية إذن حريك زي ما قلت المرة فأنت تحدثت عن ثلاثة أشهر الأزمة ثلاثة شهور ما فيش كلام وأن العملية العسكرية البرية وأنا برضو هقولها هوت مع سيادتك أنها قد تأخذ عندما تدخل القوى الرئيسية إلى قطاع غزة مش أقل من أربع أسابيع قتال لا منتهي المقاومة بقى هل ستكون قادرة على مواجهة هذه القوات أنا بأكد لحضرتك أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع القضاء على المقاومة بصورة كاملة سيكبدها خسائر كبيرة ولكن لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أنه يصحق المقاومة الفلسطينية صحقا كاملا لأنها ليست قدراته سواء البشرية للجيش الإسرائيلي أو حتى القدرات القتالية أو حتى شغف القتال في المدن وده موضوع مهم جدا للمقاتل نحن بندرب مقاتلين على هذا الموضوع أنه ينفذ المهمة بصورة لا منتهية بعقيدة هناك خلافات حتى الآن العقيدة موجودة لدى الفلسطينيين لكنها هي موجودة لدى الطرف الثاني الموضوع مختلف تماما النهاردة نتنياهو بيتكلم كلام أن دي حرب التحرير التانية الناس اللي موجودة عنده في الشعب ده الجيل الثالث يا أستاذ الأميس ما عرفوش هو بيكلم عن إيه ما عرفوش هو بيكلم عن إيه أصلا أنت بتحارب واخدنا تحارب فيه طب أنت كنت فين؟ ما أنت بقى لك 15 سنة في الحق أو 18 سنة فالإشكالية إشكالية كبيرة جدا لكن أنا أتصور أن هناك أن هناك مصار آخر في إسرائيل وطيار آخر في إسرائيل بيستدعيه الجانب الأمريكي حاليا هناك ضغط فيما يتعلق بقضية الأسرى والمحتجزين حتى الأسرى عملوا مزهرة أمام السفارة المصرية وأمام السفارة المصرية وقفوا عملوا مزهرة لأنهم يعرفون أن مصر لها دور مهم جدا خلينا أكلم حضرتك بصورة واضحة مخابرات العامة المصرية بتبزي المجهود لا تنم والوفود بتاعتنا ولجان المتابعة والتفاوض بالتنصيق مع وزارة الخارجية موضوع من أول لحظة شغال وهناك نجاحات وهناك تنصيق مع الجانب القطري لأسباب أن المكتب السياسي الخارجي موجود في قطر وأن قيادة الحركة وأجنحتها موجودة في اقتراز فكان لابد من العمل التكاملي وإن كان يصدر إعلاميا أن الجانب القطري هو من يقود العملية الجانب القطري هو مشارك في العملية مع الجانب المصري ولا يمكن أن تتم هذه العملية دون الوجود المصري وأعتقد آخر أسيرتين تم الإفراج عنهما وده كان جهد مصري خارج الحقيق وعايز برضو الناس يبقى مطمئنة والشباب يبقى مطمئنة إحنا عندنا في بلدنا عندنا فكرة إدارة الأزمة هي مش فكرة جديدة علينا مصر أدارت أزمات كتيرة جدا وآدارت حروب كتيرة جدا وكان على جيرانا مروا بأزمات كبيرة جدا الناس ما تخافش لي لأنه عندنا المستوى السياسي شغال فيما يختص به المستوى الاستخباراتي شغال بكل طاقاته المستوى الأمني بقيادة القوات المسلحة بيشتغل دون إشارة ودون تكليف لأنه هو بينفذ المهم القتالية بتاعته في كل حالات الدولة وأبرزها طياراتنا فجأة بقت فوق طوابة وطياراتنا فجأة بقت في خليج العقبة للناس تتكلم كلام لكن احنا بنعلقش على ده بس احنا متأكدين أن شبابنا لازم يفهموا أنهم بعد عشر سنين هم اللي هيقود البلد وبعد عشرين سنة هيقود البلد أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد العميد محمود محيد دين البحث السياسي في الأمن القومي وكده شفنا رؤية على ما حدث بالأمس ما يحدث اليوم طبعا نحن نتحدث عن حرب طويلة سنبقى نتابعها ولكن كل الدعم كل قلوبنا مع كل مواطن داخل قطع غزة وهو محاصر في حرب بربرية وشكرك شكرا جزيلا ومشكركم عزيزي المشاهدين نتقبل بكرة بإذن الله هذه الميس الحديد تحييكم نسبوع الأخير ترجمة نانسي قنقر